اليوم انتهت مشاركة نادي الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية والتي جرت طوال الأيام الماضية في الدوحة الهلال حقق المركز الرابع في البطولة أول شيء هذا المركز يتساوى تماماً مع المركز اللي حققه نادي الاتحاد السعودي في بطولة كأس العالم 2005 واللي جرت في اليابان فبالتالي تصبح الآن مشاركة الاتحاد ثم الهلال هي أفضل مشاركتين تمت حتى الآن ضمن مشاركة كأس العالم إضافة طبعاً إلى مشاركة نادي النصر اللي كانت هي في النسخة الأولى وحقق فيها بطولة اللعب النظيف يمكن البعض يقول طيب الآن في سؤال أنتو هل ترون أنه ما تحقق النادي الهلال هو إنجاز؟ تعال نحسبها بطريقة ثانية تخيل معاي المنتخب السعودي راح كأس العالم ولعب مباراة الأولى مع تونس وفاز على تونس 1-0 وبعدين لعب المباراة الثانية مع منتخب البرازيل وخسر من البرازيل ثلاثة واحد ولعب مباراة الثالثة مع منتخب المكسيك وخسر المباراة بعد ما لعبه في وقت الأصلي وتعادله 2-2 وذهبت السعودية إلى ملاقات المكسيك في ضربات الترجيح وخسرت في ضربات الترجيح هل تعتقد أن هذه المشاركة السعودية في كأس العالم مشرفة ولا غير مشرفة؟ بالرغم أن المعايير في الأندية ربما تختلف عن المنتخبات ليه؟ لأن الأندية اللي نلتقي فيها ببطولة العالم للأندية هي نخبة لعبة العالم من كل المنتخبات وليس بالضرورة من بلد محدد فبالتالي لا نستطيع إلا أن نقول شكراً لنادي الهلال شكراً لكل نجوم نادي الهلال على كل محاولاتكم وقتالكم ولعبكم وروحكم والفترات اللي قدمت خلال مباريات هذه البطولة أعطت صورة جداً جميلة عن كرة القدم السعودية عن قوة منافساتها عن قوة مسابقاتها وعن وجود كرة القدم السعودية اللافت على مستوى العالم يعني ما كان فريق السعودي كما يقال مشارك فقط في بطولة العالم بل كان منافس قوي وقدم مستوى يرفع راس البلد ويجعلنا نفتخر بهذا الممثل اللي رفع علم المملكة العربية السعودية واسمها في أكبر بطولة في العالم على مستوى الأندية